اشتركوا في القناة ايبو وزير الخارجية الايطالي ذي ما تشهده علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية الايطالية من تطور ملموس في العديد من المجالات الحيوية مؤكدا اهتمام ايطاليا بتوسيع مجالات التعاون المشترك مع مملكة البحرين والاستفادة من الامكانات المتاحة لدفع وطيرة التعاون الثنائي بين البلدين نحو افاق اشمل مؤكدا ان انعقاد اعمال اللجنة المشتركة بين البلدين من شأنه ان يعزز فرص تطوير التعاون الثنائي بين البلدين من جنبه اعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سعادته من عقاد الاجتماع الاول للجنة الوزرية المشتركة لاستعراض ما تم تحقيقه من تقدم في مجالات التعاون المشترك على كافة الاصعدة والمجالات مشيرا الى ان فرص تطوير وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين واعدة وينبغي العمل على استثمارها وعلى وجه خصوص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين وبحث الاجتماع الاول للجنة البحرينية الايطالية المشتركة مسار التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار في البلدين واتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة تشمل مجالات التعاون بين الجمهورية الإيطالية ومملكة البحرين خلال فترة السنوات الثلاث القادمة مع تحديد المشاريع الرئيسية والجهات المعنية بها